هل تعتقد أن النجاح الباهر اللي احنا شفناه لموسم الحج الاستثنائي اللي تم ده ممكن يفتح الباب لعودة العمرة مرة أخرى؟ بإذن الله سيتعود يعني موسم العمرة وأكيد بيعلن رسمي بعد إنهاء الإجراءات الاحترازية وبعد عودة الطيران وبعد حقيقة طبعاً أكيد يأخذون بتوصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية لكن المملكة دائماً يعني يمكن ترى على فكرة عدد المعتملين سنوياً يصل إلى 19 مليون منهم 19 مليون من داخل المملكة و8 ملايين من خارج المملكة فموسم العمرة بالنسبة للعالم الإسلامي مهم جداً لكن مع إجراء الاحترازات لن نعرف الفيروس الفيروس ما يعرف شخص عن شخص وما يعرف دولة فخيرة عن غدية ولا يعرف يعني الفيروس هذا نسى الله سبحانه تعالى أن يكشف الضمة وأن يعود لنا ولا تعود لنا صحتنا ويعود لنا يعني وابعاً الأمن الصحي لأن الأمن الصحي مهم جداً وأغلب وجل الدول العالم الإسلامي وصلها هذا الفيروس ما فيه تفرق بين أي دولة ودولة لكن أعتقد المملكة يعني عندما تدرس وتكون هناك فرصة لفتح موسم العمرة أعتقد يعني بإذن الله سنسمع هذا الخبر السعيد الذي بإذن الله سيصل للعالم الإسلامي وسيكون محل فرحة وسرور لكل مسلم لأن أغلب المسلمين وجل المسلمين يرغبون بأداء مناسك العمرة لكن مع ذلك حارسين على صحاتهم حارسين أن لا يأتي لشخص يعني أن تأتي وتأدي العمرة ولا سمع الله ينتقلك الفيروس أو ينتقل لإسرتك أو تنقل هذا المرض لبلدك ووطنك فهذا ما لا ترغبه المملكة العربية السعودية وهذا رج على كل من يقول أن المملكة مثلاً تتاجر بالحج والمملكة تتكسب من الحج هذا غير صحيح شفل المملكة العربية السعودية الآن تكفلت بجميع مصاريف الحجات سواء وصولهم إلى منطقة مكة وكذلك السكنة في الفنادق وكذلك في مشعر ميناء عرفات ومن جميع الجنسيات مش بس السعوديين ومن جميع الجنسيات تقدم لهم الأدوية بالمجان معهم فريق طبي متكامل كل مجموعة معهم فريق طبي متكامل متخصصين ما بين طب استشاريين وأقصائيين وفنيين هذا ما المملكة العربية السعودية دائماً حريصة على العالم الإسلامي وحريصة على أن تقام هذه الشعيرة بإذن الله بكل يسر وبكل سهولة وأن يؤدي الحاج هذه الشعيرة وهو لا يخشى أن ينتقل له هذا الفيروس مع شفن العلامات التي وضعت في الحرم بحيث أن الحجاج يكونون متساوئين صحيح صور مشهد الطواف مشهد الطواف